خلينا نهاردة نتكلم شوية عن موضوع العدة عندك عدة بتصدي بسرعة زي دي كده وتعبانة في خماتها يعني مش سهل ان انت تتعامل معها بتصدي بسرعة طبعا في البلاد اللي زي اسكندرية وجدة عندهم بحر احمر ففير طوبة عالية فطبعا هنا ببان بقى جودة تصنيع وخمات الحديد المستخدم دي طبعا صيني ده مفتاح فرنساوي بيسموه يعني عندنا في مصر بالانجليزي طبعا رخم قوي ومتزايد برضو يعني احنا بنزايده كتير وبرضو بيصد بسرعة وخمات يعني مش احسن حاجة مع ان فرق السعر ما بينهم برضو مش كبير يعني لو دي مسلا بعشرين ريال فدي هتكون باربعين اللي هي دي ايه ده نوع حاجة بقى محترمة دي تحس ان هنا يعني في سلاسة كبيرة في فرق كبير او بقى في الخامة شايف الصدق مفيش اي صدق مفيش حاجة اه خامة محترمة مع او الشغل التقيل ده ما يصدش منك بسهولة ده يعيش معك عمر اما ده ده اصلا هيكرهاك في الشغل بتلاقي نفسك بقى تفتح وتقفل شوف انا مش عارف افتحها يعني انا عايز ديك دلوقتي ازايدها تاني كل شوية عايزة تتزايد فطبعا رخمة يعني مش سهل طب غير الصدق غير البتاعة بس طبعا انت لو هتستخدمها في المنزل او في البيت شغل البيت لك انت لوحدك هتماشي الحال كويس عادي بس شغل بقى وعندك اعطال ولف وكل يوم محتاج الهدة لأ هتقرفك مش حلوة ده هيسعفك بقى في الشغل التقيل الحاجات التقيلة نفس الكلام ينطبق مسلا هنا نفس الكلام اسباني في منه امريكي وفي منه الماني بس طبعا هيكون اغلى الاسباني انا بشوفه اعمل معادلة محترمة جدا كخامات كالتصنيع جودة بناء صادة الحاجات دي كلها شايفين اه بيبقى اه في بقى في حديد دي دي في جزء منها حديد وده في جزء منه مطلي بقى ازا كان ازا كان الامونيوم ازا كان مادة غير قابلة للصادة بسهولة في فرق تصنيع وجودة بناء بين يعني مش قادرا كده في فرق في السعر طبعا ولكن يعني هتستحملك مع الشغل التقيل نفس الكلام بسا بيعتضح لما تيجي مسلا نشوف حاجة زي كده البنسة دي او الكلابة او اللغنس ده ده امريكي لو قربنا كده ده الماني تمام خامة برضو محترمة ما ما بتصديش بس لو عايز حاجة برضو كويسة وبسعر افضل ده اعتقد تايواني ده اعتقد ده تايواني سواني اه تايلاندي مش تايواني مكتوب هنا مت انت او اه تايوان ماش تمام ده برضو خامة محترمة وجميل ولزيز وما بيصديش وحاجة حلوة وتعيش معك في برضو منه الصيني يعني مسلا دي عندك صيني دي صيني شغالة وكويسة بعشرة ريال وبتاع تلاقي في مصر مسلا بميج جنيه شغالة مش وحشة حلوة جميلة وهتقضي الغرض بس في الشغل بتاع المنزل يعني شغل مش مش تقيل الشغل التقيل بقى محتاجة حاجة زي دي دي مسلا عمرها طويل معي دي ماركة اسمها يونيور 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 حاجة زي كده يعني او اونيور اونيور ماركة محترمة دي مش عارف سلوفينيا اعتقد او سلوفاكيا حاجة زي كده وتعيش عمر بقى او حاجة يعني مفتخرة نفس الكلام ينطبق بقى على كل مسلا ده اه تصنيع ايه طبعا صادة هو مش محتاجة يعني اكيد اه تصنيع تحت السلة كروم فاندوم بس مش مكتوب يعني تصنيع ايه فتالما كروم فاندوم وحاجات من دي فاكيد صيني ده اكيد صيني بيبان من عليه الحاجة مسلا زي الرفاية ده شايف ده المقشف ده هتلاقيها اما صيني اما هندي اه مش مكتوب فتالما مش مكتوب عليه التصنيع ايه ايه بقى صيني على طوب معروف هنا مسلا هتلاقي حاجة زي كده مسلا حاجة محترمة حاجة مياه مياه تايواني شوف ولا في صدى ولا فيه تآكل طبعا هنا بيقرفك في الشغل لان البق بتاعه بيتاكل اللي انت بتشغل بيده بيتاكل بيبدأ يوسع فبتلاقي مقاسود غير اصلا اما هنا لقى هنا بقى في في جودة بناء مختلفة ولا في صدى ولا في تآكل ولا في اي حاجة مع الشغل السقيل ده بيبان اكتر دي مصنوع في الهند بس تصنيع كويس اه مقرب شوية من الفلماني بس طبعا هتلاقي في فرق في السعر يعني عن الهندي العيان دي حتة الماني بقى ده الالماني الاصلي حاجة برضو خامة طبعا دي عمرها طويل معايا ففي خامة مستخدمة المقشفة دي ما نشوفها كده برضو مش هتلاقي ما اكتوب عليها انديا هو بس تصنيع بقى ايه قالم اللي فات بكتير فطبعا الرفع يعبان على الرفع ما تقدرش تمسكها زي دي مسلا شايف دي تجويف اللي هنا ده بيفرق تجويف ده وان بيفرق في العمر اه في فرق طبعا هندي عن هندي بيفرق لازم برضو الصناعية هم فاهمين القصة دي وعارفين هما بيجيموا ايه ده الماني ده بقى العمر الطويل بقى والحاجات اللي اللي بتعيش معك ما تعودش بقى تدور انت هتجيب ايه ولا هتعمل ايه دي حتة كده بتقص بيها الصج حتة امريكي دي حتة امريكي بقى ايه تاكلوا الصج ما بتقفش في منها تايواني برضو شغال مش وحش في منها اسباني ولكن الامريكي هنا برضو محترم يعني يعيش معاك نفس الكلام ده ينطبق على كل حاجة ده تصنيع الماني اعتقد وده تصنيع مش مكتوب غالبان هيبقى صيني طالما مش مكتوب عليه خلينا نشوف دي مش مكتوب عليه دي حتة اه بايسكريب محترمة جدا بس مش امريكي دي تايواني امريكي بتاعها احلى كمان بس دي شغالة ما فيش مشكلة هي مسكة مغناطيس فيها هنا ماشي شغالة مش وحشة فانت لما ديجي تشتري عدة لازم تحدد بقى هتشتري حاجة للمنزل ولا حاجة للعمل حاجة للمنزل ما فيش مشكلة الصيني اللي زي ده او الهندي هيمشي معاك وحلو جميل بس بيه صد زي ما انت شايف محتاج سيانة ومتابعة ومحتاج تزييد اما لو هتحتاج حاجة انت هتحتاج حاجة محترمة بقى كده اسباني الماني امريكي حاجة اللي هي يعني تعيش معاك وتستحملك يعني ما بتقعدش انت بقى تتدور عليه في حاجات بقى زي كده اللي هي فيها المفاك بقى اللي انت بتقدر تقلبه طبعا يمين وش مال وشتغل معاك من غير ما تشيله وتفك بقى دي حاجة طبعا صيني لانها يعني تقليعة او حاجة لسه مضر بس طبعا تصنيع نظيف زي ما انتوا شايفين التجويف البتاع مش حاجة متكلفة فحاجة متكلفة شوية من الصيني فطبعا صيني عن صيني بيفرق والماني عن الماني بيفرق فانت بقى تحد تختار بقى تشوف انت طبعا الناس الصناعية فاهمين زي بناء وعدتهم اللي بتعيش معهم واللي عارفينها من زمان فبس هو ده كان كل حاجة عن الفيديو النهاردة دي فكرة بقى المعدات والحاجات دي ممكن نبقى نعمل حاجة عن الكلاب ميتر والحاجات اللي هي اللي بنقيس بها الكهرباء اللي بنعملها بعد كده بس دي هي الفكرة اه طبعا في مصر الموضوع الاستراد مخلي الموضوع سعره يعلى ازا كان صيني ولا هندي ولا اي كلب هناك فبتلاقي الموضوع اصلا سعره عليه حتى لو صيني او هندي فما بالك بقى الالماني او الاسباني او الحاجات دي فبس ربنا عدي على خير ان شاء الله ونشوفكم الفيديو اللي جاي سلام موسيقى